الخائفون لا يصنعون الحرية عبارة مترسخة في عقول شباب العراق قبل أن تعلو أي بناية أو توضع على جدار ما وهذا ما يعبر عنه ناشطون في ذيقار خلال كل مناسبة أو حدث يستهدفهم أو يطال حراكهم الشعبية السلمية الذي يمارسونه عبر مختلف الوسائل والأساليب للمطالبة بتحسين واقعهم الخدمي والمعاشي والاقتصادي الذي يقولون أنه لن يرتقي مع استمرار المحاصصة في إدارة شؤون البلاد وتسلم متهمين بالفساد لمناصب حكومية قبل أيام قليلة شهدت الناصرية تظاهرة احتجاجية مارست نشاطات مماثلة لتلك التي مارسوها خلال انتفاضة تشرين حيث قطع المتظاهرون الشوارع بالإطارات المحترقة احتجاجا على اعتقال الناشط كرار لزيرجاوي بمعلومات وصفوها بالكيدية وبدفع من جهات متنفذة المحتجون استخدموا نفس المواقع التي شهدت على انتفاضة تشرين في ذيقار وهي تقاطع بهو الناصرية وشارع الحبوب وجسر الحضارات للتعبير عن رفضهم لاعتقال الناشط لزيرجاوي محذرين من تكرار اعتقالات بدوافع سياسية غير مبنية على اوامر قضائية بهدف زعزعة امن المحافظة ومنذ سنوات عدة يتمسك الجيل العراقي الشاب بمطالبه التي تتمثل في انهاء المحاصصة وتعديل الدستور وسن القوانين المهمة وتصحيح النظام الديمقراطي واحترام حرية التعبير وتوفير فرص عمل للحد من البطالة التي اخذت تداعياتها السلبية تفتك بواقع الشباب في المقابل ينصح مراقبون الطبقة السياسية بوجوب التعامل الحذر مع الجيل الحالي وعدم الاستخفاف بتطلعاته وافكاره الذي يحاول ان يطبقها على ارض الواقع لما لهذا الجيل من امكانيات فكرية عالية وانفتاح على التغيير هذا الى جانب رغبته بحياة بعيدة عن مساومات تسوقها جهات متنفذة على حد تعبيرهم